كبير للعسكر ياريس الناس انا مش ركع النصيحة بس انا مش قيدة انا مش بيطة انت مش اتفضل انت الكلب حاشرح لاشي انتخلصت وهالمرة حاكت خلصت وفشلت ما في حلال وحرام بالسياسة اذا ما في حلال وحرام بالسياسة لماذا تأسست الامم المتحدة ومجالس حقوق الانسان والنظامات الدولية لحقوق الطفل والمرأة الحلال والحرام بالسياسة دائما نسبي ينطبق على ناس وناس وفقا للقوي والضعيف يعني كثير خاطع القصة للمعايير مثلا اذا تم اختصاب نساء ازيديات او مسيحيات من قبل تنظيم ارهابي مثل داعش فهذا بالسياسة حرام ويستوجب الاستنكار العالمي طيب اذا كشفت شبك الدعارة بدولة شقيقة للقطر السوري عم تجبر نساء سوريات غصب العنن يشتهلوا بالدعارة ما حرام؟ لا بيطلعوا هنن السوريات يلي عم يرتكبوا الحرام وفقا لجماعة الممانعة بالدولة الشقيقة ذاتها بس اللي مشغلون لا عماش سرقة وتفجير اثار تدمر حرام جدا غلطان حسب مين سرق ومين دمر لانه اذا كان يلي عم يدمر الاثار هنن داعش فبيكون حرام من وجهة نظر عالمية بس اذا كانوا الروس هنن عم يقصوا ويدمروا فبيكون حلال شكلي عم مفهم عليك هالقصة طيب لنجرب اختطاف طالبات من قبل بوكو حرام حرام ويستوجب تغطي اعلامية عالمية واذا الف شاب انقتلوا على ايدين المتطرفين وما كانوا حاملين اسلاح مجرد خبر عابر يعني عليك هلا بلاش تفهم علي الحلال والحرام بالسياسة اختراع لرعاية مصالح سياسية واقتصادية لدول او افراد او اشخاص القصة نسبية فالحلال عند بعضهم حرام عند الاخر واحيانا بيكون في شغلة حرام دينيا وشرعا وسياسيا عند كلا الفريقين بس بتصير بقدرة ادر حلال مثل شو؟ مثل اخناقات الحارة تبا اخوة المنهج يا اخوة المنهج يا اخوة المنهج وكأن الفصائل الاخرى اخوة يعني كفت اسأل الله العافية يلي كلهم رافعين رايات حاطين عليها شعارات ما بتتناسب مع اللي بقلوبون قال فمن قتل نفسا بغير نفسا لك تعا على ارض الواقع بتلاقي التاريخ كله كله نازل سفء ببعضه اه حرام وطبعا الامثلة كثيرة فمثلا بالنسبة للمجتمع الدولي قتل عشراتين البشر بالبراميل حلال بس بالكيماوي نوعا ما حرام مواطن غربي يقتل مجموعة اجانب حرام بس بتمرو لانه مختل عقليا سائح عربي يقول الله اكبر على منظر طبيعي نص حرام لانه عم يفكر يعمل عمل ارهابي احسنت ايه وين بدي يقوله هاي تابعونا على الفيسبوك وعملونا لايك وشير اه هلأ هلأ بدي يقوله سجلت خلصت طيب تابعونا